ياسمين رئيس في مسرحية حياتك الرواية حزينة ولا سعيدة؟ الرواية فيها كل حاجة انتي قلت حياتي فيها حاجات عبيطة ومقاسي ما هو اي حد حياته فيها الاتنين نسبة العبط للمأساة 50-50 50 في معقول؟ يعني الحياة عادلة معاك محظة جدا اه الحمد لله فصل الطفولة في حياة ياسمين كان سعيد ولا حزين سعيد مين كان بيشد عليك من الوالدين؟ باباكي ولا ماماكي؟ ماما كانت شديدة عليكي؟ آم ما كناش فاهمين بعض قوي دايما كده كنت بحس يعني هي كان بتعملني الله يرحمها الله يرحم مش ان أنا بنتها ان أنا صاحبتها فغالبا كنا دايما فيه كده أنا وهي الند بالند كان في ندية بينكم كان في ندية بيننا بتتجنبي ده مع ابنك ولا حاسب؟ بتتجنبه لا بس خلي بالك اعتقد انا لما يعني فهمت وحاولت ان انا اقرأ واسقف نفسي عشان اعرف ده جاي منين؟ لقيت انه يمكن العلاقة بين الولد وامه غير البنت وامها هي طبعا يعني العكس نفس النوع العلاقة افتكر اه ايه اكتر حاجة كان فيه خلاف عليها بينكم؟ بس اقولك يعني اول حاجة الاساس دايما كانت تفكرني انت بنت انت بنت انت بنت انت بنت طول الوقت طول الوقت دي كانت اول حاجة كنت بتعملي ايه بيحسسها ان انت ناسيا ان انت بنت؟ بتصرف براحتي صوتي عالي يعني بتصرف عادي زي اللي حوالي مش بخلي بالي من الحاجات اللي المفروض ان انا اخلي بالي منها لان انا بنت بتتعاملي انسان مش بتتعاملي بنوعك؟ بالزبط فده كان زعيجها بالزبط قلتي اللي هتصاحب ابني انا هفجرها اه انا قلت كده انتي ام مسيطرة غالبا الكلمة دي هتفضل موجودة لحد لما يكبر ويا حرام اللي هتيجي بقى هتيجي خايفة هتيجي خايفة هتيجي مرعوبة عاملة كده هتيجي مرعوبة اه بتقريبا من الكتر ما انا بحبه فبقاعدة كده سرحانة لو حد يضايقه لما يكبر لما يحب فكنت قاعدة انا وصحباتي وبنتكلم فقالولي ايه ده انت حامة قوي قلت له هنبصوا انا اللي هتقرب منه هفجرها انتي حبك لي وحمايتك لي صعبين قوي فيهم حب تملك شوية لا خالص خالص ما بتخافيش يطلع ابن امه هو مش هيطلع ابن امه لان انا عارفة انه هو يعني هو مش ملكي يعني دي حاجة انا خلاص يعني ساستمت نفسي عليها هو مش ملكي هو ملك الحياة بس انا شغلتي دلوقتي ان انا احميه واعلمه وحاول اوجهه ودايما حبيب بيقوله انا بديك يعني كل الاكسبرينس اللي انا عديت بيها في حياتي فاسمعني دي اكتر حاجة فيه فنانات لما ابنائهم بيكبروا شوية بيقلصوا حريتهم في ادوارهم في لبسهم ياسمين رئيس ممكن تبقى واحدة من دول ليه مين الفنانات الامهات في منهم كتير لما ابنائهم بيكبروا شوية ويبتدوا يدخلوا كده في سن المراهقة بتلاقيها بدأت تقلص حريتها الشخصية وتتحفز شوية اه حريتها حريتي انا حريتك انت حريتك انت حريتي انا بيانا عكس على اختيارهم لأدوارهم بيانا عكس على اختيارهم لملابسهم على طريقة حياتهم شكل حياتهم بوسي انا مقدرش اتعلمت من انا مقدرش احكم على حاجة الا لما تعدي فيها لما تعشيها اه اي حاجة انا كنت بحكم عليها قبل كده من غير معرفها احكامي كلها طلعت مش مظبوطة اشتركوا في القناة